حالنا قائم بأعمال وزير خليجي أفغاني أمير خان متقي في أول ما تمر منذ توليه منسبه أن اتماع جنيف قد وعدت بالتقديم نهو مليال دولار أمريكي كمساعدات لأفغانستان وعبر متقي عن شكره لمجامع دولي أمل أن تنمكن الدول الأخرى من مواصلة مساعدة الشعب أفغاني دعا متقي أيضا المنظمات الدولية بما في ذلك البنك الدولي لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان مضيفا أن الحكومة المؤقتة وعدت باستخدام كل هذه المساعدات للشعب الأفغاني الذي يحتاج إليها وستعمل بجد لخلق وظائف العمل الكافية للشعب وتحقيق الأمن والاستقرار الداخليين في أسرع وقت ممكن أشار متقي إلى أن الوضع الأمني الداخلي في أفغانستان شهد تحسنا كبيرا في الفترة الماضية معربا عن أمله في تطوير العلاقات الودية مع جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل بالإضافة إلى ذلك لم يرد متقي بشكل إيجابي على السؤال المتعلق بموعد تشكيل حكومة رسمية أو إجراء انتخابات أم لا قائلا إن هذه مسألة ينبغي النظر فيها في المستقبل مؤكدا مجددا أن القوى الأجنبية لا ينبغي عليها التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان كما دعت دول المعنية والمنظمات الدولية إلى شطب أسماء بعض المسؤولين الحكوميين الذين عينتهم طالبان من قائمة الإرهابيين في أسرع وقت ممكن